أيها الأخوات والأخوات السلام عليكم مرحبا بكم جميعا تحية المشاركين تحية المشاركات تحية الناس لكي يربعوا صوتهم ضد الظلم الموضوع اللي هنظروا عليه اليوم وهو القادية الفلسطينية وهي الأنظمة العربية المطبعة الخائنة واللي خلاني ندير هذا الفيديو اللي بغيت نتبارتاجه معكم وهو أنني شفت واحد المناظرة قام بها طلاب الجامعات الأمريكية يعني واحد المجموعة من الطلاب من الجامعات الأمريكية من هارفورد من كولومبيا من جامعات كاليفورنيا من كل الجامعات الكبرى الأمريكية داروا واحد المناظرة على الخيانة اللي كتمارسها الأنظمة العربية اللي الهدف ديالها هو الحفاظ على الكراسي ديالها وعلى العروش ديالها وكيضحيوا بالقادية الفلسطينية وكيضحيوا بالشعب الفلسطيني بسبب مصالحهم الموضوع كان جميل جدا كانت نقاشات كثيرة جدا الجميل فتشي وهو أن الشباب الأمريكي فهموا وحد القادية فهموا على أن الأنظمة العربية أنها أنظمة خائنة يعني كان من قبل ما كانش عندهم وحد الإلمام كبير بالأنظمة العربية ما كانش عندهم وحد الباقاج يعني ثقافي على الأنظمة العربية وعلى الأساس دي الأنظمة العربية ولكن القادية دي الغزة حركات هذا الموضوع خلات الشباب الأمريكي دول اختصاص خاصة الناس لأننا كالقينة مثلا في أمريكا يعني جميع طلاب من جميع الشرائح من جميع الاتجاهات يعني كلهم ساندوا غزة وهذا الشي علاش دهرات هذه القادية دي المناقشة الأنظمة العربية والصمت دي الأنظمة العربية الخائنة اللي بدك يتناقش بالعلن في أمريكا من الموادع من نقاط من نقاط للطلحات بالزاب وهي نقطة التطبيع اللي كان هو يعني صفقة تجارية بين الكيان الصهيوني والأنظمة العربية للسكوت والصمت أمام جرائم هذا النظام المجرم يعني التطبيع هو نطبع معكم ونساعدكم ماديا نساعدكم مخابراتيا ولكن أنتم ستسكتوا على الجرائم اللي ستقوم بها في غزة ولا في فلسطين وهذا شي كنا نعرف ولكن نشوف مثلا بعض الأنظمة العربية اللي تخرج كتدافع على الجرائم ديال الكيان الصهيوني وكتشوف مثلا بعض القنوات بحل العربية بحل سكاي نيوز بالعربية اللي العالم كله كيخرج كي نتد بالجرائم اللي كتقوم بها دولة الكيان الصهيوني بالعكس كتلقوا هذ القنوات كتخرج كتبرر كل الجرائم الجرائم الإبادة اللي كيقوم بها نظام الكيان الصهيوني فهذه القادية هذه قد يرجع واحد المقال اللي تكتب 2018 اللي توقع له هذ الشي اللي كان عيشه في إدابة عفوا هذ الشي اللي كان عيشه في إدابة والكاتب هو كاتب فلسطيني واللي عاش القادية اللي عاش الهموم ديالشعب فلسطيني عاش الهموم ديالشعب غزة اللي كتب هذ هذ المقالة اللي فعلا جميلة جدا وعنده واحد تعبير وتطرق لعدة جوانب خاصة التطبيع العلاقات العربية الإسرائيلية يعني تطرق لعدة نقاط اللي فعلا مهمة مهمة جدا وهذا شيء كان في 2018 الكاتب كيقول لا أدري لماذا نحن الفلسطينيين لا نتعلم من أخطائنا ونستمر في ارتكاب الأخطاء نفسها وبالطريقة نفسها ونحصل على النتيجة ذاتها وأعدم خطأ نرتكبه نحن الفلسطينيين ما زلنا نرتكب إلى اليوم بإصرار عجيب وغريب بالرغم من المآسي الكبيرة التي عانيناها بسببه هو اعتمادنا على الحكومات العربية طوال مراحل القدير الفلسطينية وهو خطأ ما زلنا إلى اليوم نمارسه بكل أريحية وكأننا لا نعرف مدى المشاكل والمآسي التي سنتعرض لها بالاعتماد على حكومات لا تعترف بالمبادئ أو القيم أو القضايا الوطنية بل تعترف بشيء واحد الحفاظ على السلطة وكرسي العرش مهما كان السبيل إلى ذلك حتى ولدمرت شعوبها وحرقت أوطانها في سبيل ذلك فكيف نتطلع إليها في تحرير فلسطين ودحر اليهود من أرضنا لقد استمعنا إلى هذه الحكومات في كل مراحل القدير الفلسطيني فماذا كانت النتيجة؟ كارت بكل المقاييس داعت أرضنا وشردنا في أسقاع الدنيا وسقط مننا الشهداء والزرحة وفقدنا كل شيء وأصبحنا مشتتين في كل أرجاء العالم لا نستطيع العودة إلى وطننا أو البقاء في منافين التي ترفض بكل قوة أن نبقى فيها لقد بدأت بواد الخيانة الحكومات العربية مبكرا جدا ولكن نحن تغاضينا عنها ودفلنا رؤوسنا في الرمال متجاهلين الحقيقة الواضحة أمام أعيننا وكانت المبادرة الأولى لهذه الخيانة قيام الحكومات العربية بإرسال برقيات إلى اللجنة العربية العليا التي كانت تدير التورة الفلسطينية الكبرى عام 1936 بإنهاء الإضراب الفلسطيني الذي استمر ستة أشهر رفضا للسياسات البريطانية واستجاب الفلسطينيون واستجاب الفلسطينيون لهذه البرقيات وانهوا الإضراب الأطول في التاريخ الحديث فماذا حصل أرسلت بريطانيا لجنات بيل الملكية التي أصدرت توصياتها بتقسيم فلسطين مما أدى إلى اندناع شرارة التورة من جديد ورفضت هذه التوصيات وكانت هذه النتيجة بسبب سماعنا للحكومات العربية لم نستوعب الدرس الذي تلقيناه في التورة الكبرى عام 1936 واستمررنا في الاستماع إلى الحكومات العربية حتى جاءت لحظة الحقيقة في عام 1948 حيث كنا نأمل أن تنصرنا الجيوش العربية ويتمكنوا من دحر اليهود ولكن الذي حدث كان عكس ذلك تماما فالجيوش العربية وحكوماتها كانت تتحكم فيها القوى الاستعمارية ولم تقوم بأي استعداد جدي لدخول الحرب ضد اليهود كما لم تقدم أي دعم بالسلاح والداخرة والأموال للفلسطينيين من التبرعات التي كانت تتلقاها الجامعة العربية مما دفع الشهيد عبدالقادر الحسيني إلى الصراح في وجه أحد المسؤولين العرب أنتم خائنون سيكتبوا التاريخ أنكم أضعتم فلسطين وللأسف الشديد حصل كما قال الشهيد عبدالقادر الحسيني الذي استشهد بعد يوم من كلامي هذا في معركة القسطل وعندما دخلت الجيوش العربية إلى فلسطين قامت بسحب الأسلحة من الفلسطينيين في فعل عجيب غريب في الوقت الذي كان يجب على هذه الجيوش أن تسلح الفلسطينيين من أجل الدفاع عن أراضيهم وهكذا ضاعت فلسطين ولتهى أمرنا إلى الشتات والتيه في أسقاع الأرض لتبدأ مأساتنا في مخيمات اللاجئين التي ما زلنا فيها إلى يومنا هذا وخيانة حكام العرب تاريخ لا ينتهي وها نحن اليوم أمام خيانة جديدة منهم تسعى إلى تصغية إلى تصفية القضية الفلسطينية للتخلص من الصداع المزمن في رؤوسهم والمسمى القضية الفلسطينية عن طريق صفقة القرن التي أعدت أمريكا والتي تساعدها في تنفيذها العديد من الحكومات العربية التي بدأت بوادرها بإعلان أمريكا القدس عاصمة لإسرائيل لذا علينا نحن الفلسطينيين أن نحارب هذه الصفقة بكل ما أوتينا من قوة ولا نستمع إلى كلام الحكام العرب الذين يدسون السم في العسل فتاريخ خيانتهم لنا طويل جدا وواجبنا يحتم علينا أن نفعل كل شيء من أجل لا ينسى العالم قديتنا حتى نحرر أرضنا ونعود إلى وطننا العزيز وإن أول خطوات تحقيق هذا الأمر مسيرة العودة الكبرى التي ستضع العالم الحر أمام ضميره إما الوقوف مع المظلومين أو التماهي مع الظالمين لذا يجب أن يكون الحجد على مستوى الحدث فالأخطار التي تحيط بالقضية الفلسطينية كبيرة وهي على مفترق طرق هام فإما أن تبقى وإما أن تختفي ويختفي معها وجود الشعب الفلسطيني كلام جميل كلام واقعي كلام حقيقي جاء على لسان الكاتب صلاح برهوم هذا الكلام التي قال في 2018 ولكن الآن كنشوفه التصدي الفلسطيني لهذا العدوان التي تشنه جميع الدول الدكتاتورية الدول الإمبيريالية لما زالت تستعمر الأنظمة العربية التي تخشي رأسها في الرمال الأنظمة العربية أنظمة خائنة الأنظمة العربية مسيطرة عليها الأنظمة العربية تخدم مصالحها الأنظمة العربية هي عبارة عن موظفين للدول الإمبيريالية للقوى الاستعمارية في الأوطان العربية ولهذا يجب العمل كل شيء على قطع هذا السرطان من الأوطان العربية لكي نتحرر ولكي نقيم أوطانا عربية حرة تؤمن بالديمقراطية في قوانينها الدينية الإسلامية التي لا يمكننا الهروب عليها كما نشاهد حاليا الهجمات التي تقوم بها المنظمات في جميع الدول العربية للقضاء على الدين الإسلامي عن طريق المنظمات النسائية عن طريق المنظمات الحقوقية التي تمولها الكيانات الصهيونية ونجد أتباعها في جميع الدول العربية عن طريق الموسيقى عن طريق الاحتفالات عن طريق السينما يعني يستعملون جميع الطرق للسيطرة على عقول هذه الشعوب ولكن للأسف أنهم لن ينجحوا ولن ينجحوا وخاصة من اللي كي نشوفوها الشباب الأمريكي اللي حتى هو غادي يكون مستقبل هذه الأمة مستقبل هذا الشباب اللي غادي يكون عنده فكرة عن من هو المجرم الحقيقي عن من هو المغتصب الحقيقي هذا الشي اللي غادي يخلي مثلا هذه المجموعة من الشباب اللي تستيقظ يوما بعد يوم كنشوف مثلا الجامعات الأمريكية الحراك اللي واقح في الجامعات الأمريكية اللي أطرحت على الشعب الأمريكي اللي يعني الأعداد كبيرة من الشعب الأمريكي اللي بدأت تغير رأيها في القضية الفلسطينية عوض مكانك يدافع على دورة كيان صهيوني كنلقاهم الآن تقول لك نحن آسفون على أننا كنا منيمين وكنا بغيبين الموضوع جميل جدا وكنت من الإخوة والأخوات أنهم يبرتجوا ويدلوا لايك ويخلوا تعليق وشكرا لجميع والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر